أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأدقان فنفا مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدسا ومن خلفهم سدسا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربناهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ثلث فقالوا ولوا إنا إليكين مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسل سنون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تاتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يلا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا بمن لا يسألكم أجرا وهو مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ منه من دونه آلهة يردني الرحمن بضبل لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنجد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القلون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جهد لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أخييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جانات من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمره وباعملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل أهلمين مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل لسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمتا منا ومتابة إلى حين وإذا قل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقيلون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصرمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد نادنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شبش فاكرون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وله لما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكنوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراق فأنا يبصرون ولو نشاء لقمسنا على مكنتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجع جعون ومن عمله نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا بكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلق لا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأطلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ومولهم جند محبرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقنا من لطفتنا فإذا هو خصيص مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي عظيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملقوا كل شيء وإليه ترجعون بسم الله